اي انضم عبدالرزاق حمد الله الى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022 بعد رحلة مليئة بالنجاحات مع النصر بدأت منذ أغسطس 2018 وقدم النجم المغرب سجلا تهديفيا مميزا مع العميد منذ وصوله بسبب بصمته الواضحة في هجوم الاتحاد ويأمل في مواصلة نجاحاته بالدور الساودي وكان حمد الله مع النصر قد حصل على لقب هداف الدور الساودي موسمين متتاليين متفوقا على عمر السومة الذي انفرد باللقب لثلاث مواسم قبل أن يشعل حمد الله المنافسة ويرفع ثقف الانجازات حيث حقق رقما قياسيا في تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفا فكم عدد أهداف عبد رزق حمد الله مع الاتحاد في الدور الساودي ودور أبطال آسيا وجميع البطولة المحلية والقارية نجح حمد الله في تسجيل 12 هدفا في الموسم الأول مع الاتحاد وفي موسم الثاني سجل 21 هدفا في 26 مباراة بدور روشن الساودي وبعد تعاقد الاتحاد مع كريم بن زيمة لم يتأثر حمد الله واستمر في ذك حصون المنافسين لعب حمد الله مع الاتحاد حتى الآن 73 مباراة بجميع المسابقات استطاع خلالي تسجيل 58 هدفا أصدقائي الكرام لونا نكون قد وصلنا إلى نهاية دالعدد نلتقي في موعد ريادية أخرى إن شاء الله استعوديكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله